السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بجميع المتتبعين قناة محمد الفلالي نحييكم من هذا المنبر إذن كثير من الأساس يجدون الصعوبة في إيجاد وتوجيد وإعداد ما يسمى بالتخطيط أو تخطيط التعلمات أو ما يسمى قديما بالجدادة أو التخطيط اليومي إذن سنقترح عليكم بحول الله في هذا الفيديو حول بعض الخطوات لإعداد الجدادة أو تخطيط التعلمات إذن نبدأ ببعض الخطوات خاصة في مادة علوم الحياة والأرض إذن قبل ذلك نبدأ بتعريف الجدادة أو التخطيط إذن الجدادة هي عبارة عن وثيقة تربوية تتضمن الخطوات العملية والأنشطة التعلمية التي تقرر إنجازها داخل الحجرة الدراسية أو داخل الفصل الدراسي وهذه الجدادة أو التخطيط فهو يضم مجموعة من العناصر لابد منها لكي تكون بشكل جيد إذن نبدأ على بركة الله بالخطوات لإنجاز هذه الجدادة إذن قبل ذلك يتجلت حضير حسة مثلا علوم حياة والأرض في جدادة تتضمن العناصر الآتية إذن الانطلاق من الكفايات المستهدفة من وحدة في المنهاج الدراسي إذن ضروري ثم تحديد المكتسبات القبلية أو الضرورية ثم صياغة المشكل أو الوضعية المشكلة أو وضعيات الانطلاق أو وضعيات الاستكشف قصد خلق الزوبعة الدينية لدى المتعلم ثم بناء وضعيات التقويم وكذلك تحديد الأهداف انطلاقا من المضامين والمهارات ثم تحديد الأنشطة التعلمية أو الأنشطة التعلمية التعلمية نجد فيها نشاط المتعلم وكذلك دور الأستاذ ثم تحديد الدعامات الديدكتية الديدكتية أو الوسائل الديدكتية قصد تحديد أو إنجاز هذا الدرس ثم تخصيص أو تخصيص حيز للملاحظات والنقداتي وتوقع أنشطة الدعم إذن أتمنى من الله أن يكون هذا الفيديو قد وصل للاستعداد لإنجاز الجدد إلى اللقاء